نحكيه على تحديات القطاع حول العالم في تونس بما أنه كما كنت تسمعون بكري فما برشة تطورات ابتكارات تكنولوجيا في القطاع التصنيع السيارات بشكل نعام بما في ذلك نحكيه على السيارات الكهربائية قلت قبريكا وشنسي نثبت مع ذيوفي في المعطة الرقم اللي لقيته هو تقريبا في حدود الاسمانية بالمئة من مبيعات السيارات هي سيارات كهربائية بالأساس حول العالم قاعدة التطور صحيح ولكن يقعد رغم أنه يمكن يظهر للبعض الرقم الضائيل لأنه رو في فترة زمنية وجيزة اترشقت مبيعات السيارات الكهربائية اليوم تعرف فهم منافسة كبيرة فما حتى مؤسس تخدم في الكونفونسيونال ولا في السيارات الكلاسيكية اللي تعرفوها قاعدة تعمل في إعادة لحسابات متاحها في مواجهات هالمنافسة هذية نحن معنا مؤسس تخدم في القطاع هذية لأنه نحكيه على السيارات الكهربائية وليبغي تزده كيف كيف تزدهما يعطينا أكثر فكرة وخاصة الأهم في الموضوع قبل ما بدأ اليوم يحتفلوا بثلاثين سنة مرحبا بيك شكرا لكم على الحضور خليني نفكركم شكور معنا سليم بن مصطفى مريم خويلي مرحبا بيكو شكرا أنتم تمثلوا بي واي دي اليوم بحذية دوك وقت اللي نحكيه على السيارات الكهربائية والتغيرات اللي قاعد يعرفها العالم من خلال الترشيق انصح التعبيل لتعرفها مبيعات سيارات الكهربائية اليوم وليو حتى ديستون داغ انتغنسيونو معنا تبدينا نبدلوا شوية في التوجه العالمي بش نصلوا فترة لي معادش فما سيارات اعتمادها الأساسي على المحروقات او الحرارية دوك خلينا نحكيه شوية على مبينا نحن والعالم شنو قاعد يصير خاطر نحن نحكيه اليوم وتمثلوا المؤسس اللي فما فرق شيسع شوية ما بين اللي صاير في تونس ولي صاير في العالم مريم نحن نقوله نحن نقولها على موضوعي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر الحمدلله الدولة معناها استوعبت اللي فهمها اهمية كبيرة وانتفاع كبير لها مباشر الى كان تعتمد على السيارة الكهربائية. عليش على خاطر في تونس كان عنا الاسطول متاعنا هو اسطول متاع سيارات تخدم بالمحرك العادي الحراري. بويسك احنا بلد ماناش نفتي وماناش نفط قاعدين نستوردو في الكربيرون من بره بالعملة سعبة باش نجمو نخليو الكربيرون ذو ما يمشيو. دونك صندوق دعم المحروقات قاعد يستعم معناها يدفع في سبع الاف مليار سنويا لدعم الصندوق هذي باش نجمو نجيبو كربيرون للأسطول متاعنا ونجمو يخدمو. ولكن في السيارة الكهربائية لحقيقة الكربا ما تدخلش للكيوسكو ما تستعملش الوقوت الكربيرون باش تختب انها ما تستعمل الطاقة الكهربائية. في الدراسات اللي عملتهم واكلة التحكم في الطاقة اثبتت اللي خمسين بالمئة من صندوق الدعم نجمو نربعوه في انو نستغلوه في شراء حاجات اخرى مدعمة كما السكر والزيت والسميد وغيرو. دونك 3500 مليار الى كان الأسطول متاعنا يتبدل شيئا فشيئا نحو السيارات الكهربائية. أيضا الدولة طولة ما عايش تخرج دوية باش تشري دي بيس دوية روشانج تلك رحبادو مع الخاتر السيارات الكهربائية. ما تعملش بدانش. ما فاميش زيوت. فما كالكو كنترول بريوديك مرة في العام بيش نتفقدو كالكو لكيدي هموا الكليماتيزاتيان والباتري والفرناج ولكن ما عادش كيما السيارة العادية فيها بوجيات وزيت ما عادش ما عادش لا حقيقة كنترول مرة في العام بيش نتفقدو كالكو لكيدي اسك مريقلين وإلا لا دونك لهنا دولة رابحة برشة ومعنية برشة كي تجيب الكراب الالكتريك وتبدأ معناتها تسمح أن نسوقوهم هذي الهدف نظرياً أما واقعين شنو هدي ساعد الواقعين الدولة دعمت السكتور هذي في أنها أعفاتهم من المعاليم ديوانية الكراب الالكتريك ما تخلصش ديوانة وتفيها متاحة حبطت متسعتاش بالمئة للسبعة بالمئة وهذا مهم كيف كيف بيودي عندها البريد روشار جابل اللي هو في نالمون سيتون فاتور إلكتريفية فيها زوز مطورات ومطور كهربائي ومطور حراري المطور الكهربائي في الفوتور إبريد روشار جابل عند بيودي هذي كهو فيه عليه العمدة المطور الحراري يعاونه يخلق له طاقة يخلق له طاقة معناها حتى ساين بالمئة الكرابة إبريد روشار جابل تمشي أنسون بورسان إلكتريك معناها حتى كان سمعنا صوت المطور تيرميك في الإبريد روشار جابل يخدم ما هوش قاعد يدور في العجل إنما قاعد يخلق في الطاقة الكهربائية يخزن فيها في الباتري مش ينجم يخدم بها المطور إلكتريك وهو اللي يدور العجل دونك إن شاء الله زاد الدولة الدعم للقطاع هذي في الإبريد روشار جابل كما للفوتور إلكتريك وهكيكا الدولة تنتفع وكما قتلك في صندوق المحروقات اللي هو مثل خمسين بالمئة تنتفع بها الدولة فما أنديس آخر لحقيقة معناها الدولة تنتفع بها اللي هو العجز متاع الميزان الطاقي إن نجم نربحه فيه ستين في المئة نجمه نربحه أربعة وثلاثين في المئة في الاستهلاك متاع الكربيرون دونك بعتبارنا مش مش تم توريد المحروقات مع أنت هذا وجستما بالضبط في حديث نحاول قلت المقارنات وبش نرجع يمكن شوية حتى لفكرة الكولابوراسيون والتكوين قبل حتى ما نوصل لغادي اليوم التونس وقتاش نجمه فعليا نحكيه على عملية انتقال نحو الفيكول إلكتريك خطر إلى حد الآن وخلينا ناخذ من عندكم الرقم كان موجود اليوم مقداش عدد السيارة شو نقولش نسبة خطر نسبة طولي نحكيه على حاجة كبيرة لكن وزن لا موصلناش للنسبة عدد السيارات الكهربائية اليوم في تونس اللي تدور في الشهر خمسين سيارة كهربائية تونيزيا احنا الحقيقة من اللي بدأ اللانسمن بتاعنا في جويلة وعملنا الحقيقة اللانسمن كان كبير وفي مستوى الحدث بدينا في تسويق السيارات هذوم احنا الكوتاة بتاعنا سنة ثلاثمائة كرهبة معناها ان شاء الله نكملوهم من هنا لاخر العام دوك عنا خمسين وثلاثمائة يولي وفهمة ثلاثمائة وخمسين كرهبة دور إلكتريك وإلا إلكتري فيه كما قلت على أسطول بقداش تقريبا في تونس إجمالي هو كن خمسين ولو تلاثمائة وخمسين هذو ما سيارات كهربائية بخلاف اللي فهمة دي كونسيسيونير عندهم لاخرين عندهم دي فاتور إلكتريك وحنا نشجع على هذية على خاطر احنا نعرف اللي في الفين وثلاثين مثلا الشريك الأوروبي متاعنا في الفين وثلاثين بشي وقف صناعة السيارة الحرارية هيدا وينحب نوصل بالضبطين لأن العالم يجري علش سئلتنا على الوضع في تونس اليوم وقت اللي نلقاه مثلا اللي ما فهميش مثلا صحيح نجم تشارجي في الدار ولكن منطقيا أنا نعيش في بلاد اللي من المفروض متبنية الفكرة معنا نلقى اللي باور موجودين في البلايس الكل هذية مزال مش موجود فمشكون تساؤلات كبيرة اليوم يتسائلوا الناس على البياس دو غشانج متاع السيارات هذي الاشكاليات التقنية اللي تنجم تصير فيها هل هناك التكوين كنا نحكيه على تكوين قبيلة هل هناك دي تكنيسيين تقنيين متكونين تماما وبشكل جيد في الصناعة الجديدة بين ظفرين باش نحكيه على 2030 اليوم 2030 معناتها العالم كله قاعد يتغير اثنى دولة اليوم في العالم تقريبا ما عاش نلقاه فيهم سيارات ميش كهربائية ميش غادي مزالنا ولكن إلى أي مدى ممكن الوصول للهدف هذية في الفترة الزمنية والوجهزة هذية نعطيكم للتعليق الزوز سيارات ميش كهربائية Kينناحكيه على تقليبات مناحية الذي يتغير من الواضع سيارات الهاجبات الأنمشر بسببت الأنمشر الجديدة مربعي فأنتميل المغادية ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر